قلوات المجد للأطفال أمان لطفلك وراحة لبالك في المكتبة أمي أنقذيني ماذا جرى لك يا صغيرتي خيرا إن شاء الله لقد تعرض جهازي إلى الاختراق ماذا؟ اختراق؟ وكيف حصل ذلك؟ يا أمي سيسرقون معلوماتي إنني خايفة حقا لا تخاف يا حبيبتي لن يحصل لك أي مكروه بإذن الله ولكن قولي لي كيف حصل ذلك؟ لقد أتتني رسالة على الإيميل آه يا ظريفة هل عادت حليمة لعادتها القديمة؟ أمي أنا ظريفة ولست حليمة آه منك يا ابنتي المهم يا ظريفة ألم نتفق مسبقا أن نتحدث باللغة العربية؟ آه يا أمي لست في وضع يسمح لي بأن أفكر بماذا أقول لو كنت معتادة على الحديث باللغة العربية لتحدثت بها في أي وضع أنت فيه وبتلقائية آه وما هو الخطأ الذي ارتكبته اليوم يا أمي؟ لقد قلت إيميل آه وماذا علي أن أقول إذن يا أمي؟ آه بدلا من كلمة إيميل عليك أن تقولي بريدا إلكترونيا آه حسنا حسنا يا أمي آه ولكن ما الحل الآن في هذا المأزق؟ آريني محتوى الرسالة؟ آه تفضل يا أمي آه يا ابنتي لقد أخفتيني على لا شيء إنها مزحة يا صغيرتي آه ماذا؟ آه مزحة؟ نعم مزحة؟ نعم مزحة فإن صاحب البريد هو أخوك آه لقد خافني حقا أصلحه الله ثم لماذا يخفك هذا البريد؟ ما دمت قد وثقت بريدك واتبعت وسائل الحماية الخاصة بجهازك المحمول آه لا أدري قلت لعلي دخلت على أحد الروابط التي تسبب باختراق الجهاز كوني فطنة وحريصة ولن يحصل لك أي مكروه بإذن الله آه بإذن الله في المكتبة علشان ما يفوتك جديد قنوات المجد للأطفال لا تنسى الاشتراك في القناة والإعجاب بالمقطع